أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل يمكن لي أن أختار بعض الأسئلة الواردة في بعض الكتب الواردة في الفتاوى والصادرة من جهات علمية في الرئاسة البحث العلمية والإفتاء أو الدعوة الصحفية أو غيرها وأقوم بتصويرها وتوزيعها زيادة في إرساد المسلمين إذا كان ما تبتذل ولا تمتهن ألا بس أما أنه يصنع بها ما يصنع الفتاوى الآن أنها تصوروا متلاف تمتهن تبتذل هذا لا يجوز هذا يجوز بشرط أنه تخترم وأن ما تلقى في المزابل والقادرات تطرح في الأسواق وناحية مهمة أيضا وهي أنها لا تضع في المساجد مثل ما يفعل بعض الناس يجيبونها كواما من الأوراق ويكبونها في المساجد هذا لا يصلح هذا العمل وليس هذا من نسر العلم هذه تعطى المحتاجين إذا شفت واحد محتاج أو جهة محتاجة أو دائرة محتاجة توزعها لها أما أنك تكبها في المساجد يتروح هذا ما هو بعمل مشروع ولم يكن السلف يعملون هذا العمل كانوا يحترمون العلم ويصونونه ولا يبتذلون هذا الابتذال نعم وهذا يفتح الباب أيضا للمخرفين يفتح لهم الباب أنهم يجيبون خرافاتهم بأوراق ويكبونها في المساجد من يمنعهم يقولون هذه نصائف هذه فتاوى فإذا عملتم أنتم هذا عملنا المبتدع هذا الشي فلا تفتح الباب لهذا الأمر ولي يريد أنه ينشر العلم يتبع الطرق المتبع يعني ترجمة نانسي قنقر